يحضر قصر الإليزي لزيارة إيمانويل ماكرون إلى مدينتي الجزائر ووهران والتي تبدأ الخميس المقبل وتستمر حتى السبت يرافقه فيها وفد من تسعين شخصية سياسية واقتصادية وممثلين عن شركات الطاقة لدى الجزائر الإمكانيات التقنية لتصدير الغاز إلى أوروبا عن طريق خط الأنابيب والسفن وباعتبار أن تصدير الغاز الليبي واجه مشاكل سياسية والغاز المصري يتم تصديره لعدة دول فإن الغاز الجزائري يذهب إلى أوروبا حصرا زار ماكرون الجزائر بصفته رئيسا لفرنسا عام 2017 ولكنه يخطط للقاء على انفراد مع نظيره الجزائري ولبحث ملفات إقليمية للجزائر دور مهم فيها كمكافحة الإرهاب تسعى فرنسا إلى تمتين علاقاتها مع الجزائر والدول الأفريقية كان هناك زيارة للرئيس الفرنسي قبل عدة أسابيع هناك تسابق للنفوذ ما بين فرنسا وكل من الصين وروسيا وبالتالي تسعى فرنسا إلى بناء علاقات جيدة وخصوصا مع الجزائر باعتبارها بوابة لأفريقيا تخذ ماكرون مؤخرا خطوات مهمة للمصالحة التاريخية في ملف الذاكرة فرفعت السرية عن أجزاء من الأرشيف الفرنسي في الفترة الاستعمارية استجابة لتوصيات تقرير ستورا بشأن الجزائر يشدد الإليزي على أن زيارة ماكرون إلى الجزائر ستعمل على ملف الذاكرة الصعبة بين البلدين لكن الأهم أنها تركز على المستقبل وعلى الاستمرار في علاقة شراكة مهمة للطرفين عز غريب اسكاينوز عربية باريس ترجمة نانسي قنقر